الرابطة الوطنية للصيادين التقليدين في موريتانيا تحتج بن واكشوت على ما سمتها الضرائب المشحفة التي قال بعض المنضوين تحت لواء الرابطة إنها كانت وراء إغلاق بعض الشركات المستثمرة في مجال قطاع الصيد وتشكو مما سمتها مضايقة اليد العاملة الأجنبية في هذا المجال وتتهم جهات لم تسمها بالوقوف وراء ذلك السيد الرئيس إخار رص ويقول المشاركون في الاحتجاج إن الضرائب المفروضة تعالهم من طرف السلطات الموريتانية مشحفة في حقهم وقد تقضي على مستقبل عملهم في مجال الصيد في قرارات قبل تألينا الدولة وقبل تألينا الوزارة نتينا علينا وجاح فبينة هي هذه الضرائب كنا نعطوها 10 ألف ما يقدوا نعطوها قليل ذلك نقطع طاها جاتنا حالاً شيو 90 ألف من منين لا هي نعطوها زيادة على ذلك على أن نعرف إلا أن نفات قطاع ياسر من الناس في هذا الموضوع قل ذلك ما هي الناس المعنية بالقطاع قطعوا واحدين عندهم شمن الرخص اللي كانوا يتاجروا بيها وعندهم باشي قطعوا وحنا ما عندنا باشي نقطعوا كفقارا وتعتبر موريتانيا من بين أغنا دول العالم في مجال الثروة السمكية ويستوعب قطاع الصيد فيها عشرات الآلاف من اليد العاملة غير أن الثروة السمكية فيها تواجه تحديات عدة يحذر الكثير من الخبراء والفنيين من أن تؤثر سلباً على هذا القطاع الحيوي الهامي في المستقبل